بسم الله الرحمن الرحيم طلب الآذاء في مقرر machine elements design 1 نستكمل chapter 6 riveted joints for structural applications وبنستكمل معا solved example تعال نشوف مثال ونحل الخطوات طبقا للخطوات اللي احنا تعلمناها سابقا اول حاجة بيقول لي two lengths of mild steel tie root having width 200 mm يبقى ده العرض بتاع اللوح اللي هو P طبعا two lengths of mild steel عندي لوحين من mild steel العرض بتاعهم 200 mm and thickness 12.5 ده اللي هو من thickness السماكة بتاع اللوح are to be connected by means of a butt joint خلي بالك عشان الكلام ده له معنى butt joint يبقى يبقى عندي اللوح مقابل اللوح بالشكل ده يبقى هنا اللوح مساعدة اما single أو double طيب بيقول لي with double cover plate double cover plate يبقى معنى كده انه يبقى فيه لوح مساعد من أعلى وفيه لوح مساعد من أسفل ده طبعا لو معنى فيه اختيار السماكة بتاعت كلا اللوحين design صمم الوصلة if the permissible stresses are 80 ميجا بسكال يبقى sigma t هتساوي 80 ميجا بسكال و 65 ميجا بسكال بتاعتنا نبتدي فيه عملية تصميم الوصلة ونتبع الخطوات اللي تعلمناها اول حاجة قولنا ان الديامتر بساوي 6 جزر t والثيكنس عندنا اللي هو 12.5 فبيطلع عندي 21.2 من 10 بروح على طول في الجدول ده بدور على اقرب شيء الديامتر بتاع الريفت هنا اللي هو 21.2 من 10 البعض ممكن يختار ال 20 على اساس ان بعد عملية الريفتنج هيصير الديامتر 21.5 ودي بالطبع اكبر من ال 21.2 من 10 البعض الاخر ممكن يختار 22 على اساس انها من البداية تكون اكبر من ال 21.2 من 10 وبالتالي حساباته هتبقى على القطر بتاع الهول اللي هو صار هو الريفت واحد وبالتالي هيعمل حساباته على ال 23.5 من 10 كلا الاختيارين صحيح طيب خلينا ماشيين على الاختيار ده على اساس الامجامبل اللي معانا يبقى التاني خطوه هاحسب number of rivets number of rivets قولنا بنحسب التالي هي بي ناقص دي ضرب تي في سيجما تي طبعا عندنا العرض 200 وقطر المسمار اللي هو صار بعد كده يكافئ قطر الثقب او الهول اللي هو 21.5 بيطلع عندي هنا ده قيمة التالي 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 بما ان عندي double cover في البط جوينت يبقى هنا عندي double shear double shear احنا قولنا بيبقى الاريا نفسها بنضربها في المكافئ اللي هو 1.75 ضرب التاوي بقى من هنا كمان هنطلع BS ثم BC الاريا عندنا اللي هي القطر في السمك بتاع اللوح ضرب سيجما سي يطلع عندنا القيمة بتاعة BC عشان اطلع قط عدد المسامير هاخد الاقل من BS وال BC من الاتنين دول بالطبع واضح انه هو ال41.300 يبقى اخد احطه في المقام وفي البست بحط التالي اللي هو هنا 178.500 بيطلع عندي اربعة اتنين وتلاتين وبقربها زي ما قلت الاقرب رقم صحيح بالزيادة فيبقى عندي عبارة عن خمس مسامير النقطة اللي بعد كده اللي هو توزيع المسامير هنا انا عندي خمس مسامير البعض ممكن يعمل ايه يوزع هنا مصمرين وهنا ثلاثة ويبقى عندي مقطع واحد مقطع اتنين ويحسب على هذا الاساس ممكن ان احنا نوزع زي اللي موجود في الاكزامبل اللي معانا هنا مصمر اتنين اتنين طبعا اللي هيفرق بعد كده هو كفاءة الوصلة وهقولك تعمل ايه؟ بعد ما وزعت بالشكل ده كده نيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هو ثيكنيس بتاع البوت سترابس بما ان عندي دابل كافر سترابس يعني عندي لوحين يبقى في الحالة ديت الثيكنيس بتاعي هيبقى عبارة عن خمسة وسبعين في المية من الثيكنيس الاصلي اللي هو اتناشر ونص سمك اللوح الاصلي ده بيساوي تسعة بوينت تلاتة سبن فايف اللي هو يعتبر تقريبا تسعة واربعة من عشرة ولو قربتها برضو لتسعة ونص مفيش مشكلة نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله